أهلاً ورحباً بكم أعزائي المشاهدين وأنا أرتقيكم في حلقة الجديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي مثلما وعدتكم في الحلقة الماضية أن الحلقة التي ستليها وهي هذه الحلقة ستكون أيضاً مخصصة عن مقتدى الصدر والشروط التي وضعها للتظاهر والمتظاهرين وليجب أن نستغل هذا الوقت علي أن أقول أن مقتدى الصدر خلال الأيام القريبة الماضية نشر تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تضمنت شروط أو بيان تضمن شروطاً يعني اطنع الشرط للتظاهر والمتظاهرين يجب عليهم تنفيذها وإلا لن يسمح لهم بالتظاهر هكذا هو يعني قالها سابقاً ويقولها اليوم طبعاً علينا دخل بالشروط مباشرةً مثل ما قلت لكي يعني نستغل وقت هذه الحلقة في الشرط الأول الذي وضع مقتدى الصدر قال عدم التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة طبعاً هذا أمر لم يحصل نهائياً من قبل الثورة التشريم والمتظاهرين والثوار طوال سنة كاملة كانوا هم الأحرص على الممتلكات العامة وممتلكات الخاصة لم يفعلوا نهائياً شيئاً يسيء للممتلكات العامة والممتلكات الخاصة عدا أنهم قاموا بإحراق بعض مقرات الأحزاب والميليشيات في الناصرية وغيرها وهذه كانت هذه المقرات مراكز لاستهدافهم بالميليشيات للقتل والخطف وتفخيخ عجلات وتفخيخ أماكن معينة للنيل من المتظاهرين وخطفهم هذه هي الأفعال الوحيدة التي قاموا بها حماية لأنفسهم أما الممتلكات العامة والخاصة فكانوا الأحرص على الحفاظ عليها وأن ثورتهم هم يعرفون وهكذا قالوها ثورتهم قامت للحفاظ على هذه الممتلكات التي هي ممتلكات العراقين بالنقطة الثانية قال عدم صلب أو قتل حتى من يعتدي على المتظاهرين فضلا عن غيرهم واللجوء إلى الطرق القانونية والقضاية طبعا هذه قضية صلب وقتل لم تحصل من المتظاهرين لم تحصل من الثوار ثوار تشرين أي عملية مثل هذه حصلت حالة واحدة والكل يعرف من هي الأطراف التي عملت على تلك الحالة ولماذا جرى ترتيبها للإساءة إلى الثورة والثوار وقد تبرأ الثوار في وقتها من كل هذه الحادثة ولم يكونوا طرفا فيها وهو يعرف مقتدر الصدر من هي الأطراف التي تقف وراءها والثوار لم يكن لهم يعني أي علاقة بيها ثانيا يقول أن اللجوء إلى الطرق القانونية والقضاء أي قانون وأي قضاء يا سيد مقتدر إذا كان هناك قانون وقضاء أين القانون والقضاء من قتلة المتظاهرين أكثر من ألف متظاهر قتلوا وأكثر من ثلاثين ألف من المتظاهرين جرحوا وخطفوا أين القانون والقضاء من كل أعمال الترهيب والقتل والسحل والسلب والسرقة والنهي طوال 19 سنة لكي تطالب المتظاهرين الآن بالذهاب إلى القضاء والقانون هل القضاء الآن يستطيع أن يحكم بحرية واستقلالية في ظل وجود الميليشيات والقوى المسيطرة هذه أنت تعرفها كذبة كبيرة لماذا تطالب المتظاهرين بها ثلاثة يقول حفظ هيبة القوات الأمنية وعدم التعدي عليها ولو بهتاف هو من يعتدي على هيبة القوات الأمنية وهيبة الدولة الثوار أم الميليشيات هي التي تعتدي وهي التي تستهيف وتستظهر القوى الأمنية وتجعلها خادما لها وتستعمل هذه القوى الأمنية لتنفيذ كل مآرب من قتل وكل مآرب الإجرام التي تريد أن تفعلها تستعملهم فيها وأبرز مثال ما حصل في السنك في قراج السنك عندما فتحت القوات الأمنية الشوارع للميليشيات لتدخل ميليشيات الخال أبو فدك لتدخل وتقتل وتذبح في قراج السنك وتخطط في الناس والقوى الأمنية وواقفة التفرج وتحميها هذا كلام معيب من يسيء لهيبة الدولة بهذه الميليشيات التي ترى الدولة بعين صغيرة التي تدوس على صور رئيس الوزراء والتي يعتقل ميليشيات تضرب القنابل وتخرج الميليشيات وتخرجهم من مؤسسة مكافحة الأرهاب في داخل المنطقة الخضراء هل حصل هذا أم لم يحصل؟ فمن هو الذي يسيء لهيبة الدولة وهيبة القوات الأمنية المتظاهر؟ المتظاهر هذا البسيط الذي يرفع عالم العراق أم الميليشياء والذي يرفع السلاح ويتكى على إيران وغيرها؟ هذه حقيقة معروفة يقول يمنع غلق الطرق والجسور والأضرار بالنظام العام أنت حريص على الطرق والجسور والنظام العام أين هو النظام العام؟ وهو المواطن لماذا يخرج؟ هذا كل الفساد والخراب والدمار والسرقة وصباطع السنة من كارثة حلة بالعراق وما زالت مستمرة من كل هذه الكوارث التي حلت بالعراق بسبب الطبقة السياسية التي جزء منها هؤلاء الذين نهبوا وأثروا على حساب العراقين والذين زادوا العراقين فقراً وظلماً وتنكيلاً هذا لا يهمك أنت خايف على الطرق والمواطن يخرج من ضيمة يخرج من القهر من الأذى من السوء يطالب بوطنه أنت تطالب ولا تقطع الطريق ولا تقطع على ماذا؟ لأن أعمال الدولة تتوقف ونشاطات الاقتصادية توقف أي نشاطات وأعمال يقول في النقطة السابعة الالتزام بالقواعد الشرعية والاجتماعية والأخلاقية المعمول بها ما معنى هذا؟ هل العملية السياسية وقواها بأحزابها وميليشياتها تلتزم بالقواعد الشرعية والاجتماعية والأخلاقية المعمول بها والتي أنت منها هذه العملية السياسية؟ ما هم هؤلاء لم يلتزموا يعني ليس لديهم القواعد الشرعية والاجتماعية والأخلاقية هم أهل الفساد وأهل الخراب والقتل والنهب والتدمير وأنت تقول هذا وأنت متتهم من نفس الاتهام؟ طيب هم لا يمتلكون هذا لماذا أنت معهم؟ وتطالب المتظاهرين بالتزام بهذه القواعد الشرعية وهم بماذا خرقوا القواعد الشرعية والاجتماعية والأخلاقية؟ في النقطة التاسعة يقول تحديد ساحات الاحتجاج وتحديد أوقاتها هذا الشرط مضحك يعني مثل نوري المالكي عندما تظاهر الناس عندما كان يتظاهرون الناس ضده قال ليتظاهروا في ملعب الشعب خصصنا لهم ملعب الشعب ومن الساعة الفلانية للساعة الفلانية أنت يعني مثل هذا أنت تحدد للناس أوقات ثورتهم وموقات يعني رفضهم وتحدد لهم الساحات وبي الساعة يخرجون وبي الساعة يعودون ومن ياطرق يسلكون لماذا؟ هذا البلد المنهوب المملوء بالفساد بأول قواهم الفساد والقراب والدمار اللي ما بنيت بمستشفى ما بنيت بمدرسة ما بنيت به شيء بوزير الصحة التحدث يقول هو يمكن من جماعتك يقول أنه آخر مستشفى أحدث مستشفى موجودة عندنا الآن بنيت عام 1989 في زمن النظام البايت لم تبنوا مستشفى واحدة طوال هذه السنوات الاصباط عشراء كما أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار جاءت موارد للعراق عدم الارتباط بأجندات خارجية هذه القوى التي في العملية السياسية وأنت اللي قبلت بيها والآن جزء من عدها كلها جاءت مع الدبابة الأمريكية جاءت بأجندات خارجية إيرانية وأمريكية وتحكم العراق بحماية أمريكية وإيرانية وأنت تتحدث للناس تتحدثت شعب تتهم الشعب بأنه بأجندات خارجية وتسموهم جوكرية وتقتلوا منهم ألف واحد اللي طلعوا مثقفين وشباب حلوين وصغار يطالبون بوطنهم يرفعون راية العراق تقتلوا ويقتلوا والتالي يسمى جوكر ويسمى عميل لو كانوا عملاء لما تظاهروا لكانوا معكم في العملية السياسية ولارتاحوا ولريحوا رؤوسهم ولكانوا أضعهم المادي في حال يحسدون عليه الحقيقة يعني في النهاية ينصح بالذهاب إلى الانتخابات ينصح كل الجميع يذهبوا إلى الانتخابات لأنه نزيل الفاسدين ما أنت جزء من هذه الانتخابات من عام 2005 لحد الآن وأنت تقول لم تجري انتخابات إلا وكانت تيار الصدري وأنا فيها ولم تشكل حكومة إلا كنت فيها وأنا وجماعتي طيب طوال هذه الانتخابات هل استطعتم أن تزيلوا الفساد؟ أن تقللوا الفساد؟ منزيلوا هل استطعتم أن توقفوا الخراب والدمار؟ منتوا جزء من عنده؟ الآن تطالب المتظاهرين تعالوا للانتخابات حتى لأنه نزيلون الفساد؟ شون يزيلون الفساد؟ إذا كانت الميليشيات هي المتحكمة والكواتم بيد الميليشيات وموجه إلى صدور وظهور الناس والتهديد قائم والظروف والمناخ هو هو ومن يصنع لكم القانون هي نفس الطبقات الفاسدة المتهمة بتدمير العراق وبالتالي أي انتخابات هذه وأي نزاهة وأي قوى أممية نزيه سترعى على الأمم المتحدة جزء من الكارثة وليست جزء من الحل وقت هذه الحلقة قدرتها أشكركم ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة